الارهاب دخل من باب مدخل النساء بس ما عليش تشاركنا شوي لأنه منحاول نوضح المعلومات للمشاهدين طبعا كنيسنا الابتية الجلوس فيها لو احنا دخلين الكنيسة بيكون السيدات جالسين على ناحية اليمين والرجال بيكونوا على ناحية الشمال لأن فيها آية في الكتاب تقول جلسة الملكة عن يمين الملك فدائما السيدات بيكونوا على ناحية اليمين والرجال على ناحية اليسار فهو طبعا الارهابي لما دخل الكنيسة جري ناحية السيدات وفجر نفسه فحدث اللي حصل ده هوت الغالبية العظمة مع الأطفال ومع أمهاتنا السيدات شبات أطفال فعشان كده هوت أغلب الشهداء كانوا من السيدات لأنه فجر نفسه في الناحية الي هي وقفين فيها السيدات طبعا يعني أشارك حتى واحد من اللي بصوره معنا حاليا في داخل الستوديو يعني هو ساكن بيته كان بالضبط أمام الكنيسة البطرسية وقال أكيد أكيد زوجته وأولاده كان يكونوا في القداس لكن هو حزين لأنه كمان بيعرف أشخاص كثيرون من الشهداء في داخل الكنيسة واحد من الأسماء اللي ترددت يعني بيعرفوا كويس اللي هو نبيل اسمه اللي كان الحارس أو عند الباب على أي حال مرة تانية منحب نعزيكوا بتعزيات الرب الرب هو فقط اللي بيعزي وببارك ويرد السلام والبهجة والخير لبلدنا في مصر